موسيقى ونتحدث أكثر عن هذه الزيارة المرتقبة لجانت يالن للصين وللحديث أكثر عن الملفات العالقة ما بين الولايات المتحدة والصين ينضم إلينا في الستيديو آدم روزفيلت وهو مختص في الاقتصاد السياسي أهلا بك آدم معنا على شاشة سين بي سي عربية يعني الآن ربما الأسواق تقول بأنها أو الخبراء يقولون بأن لن يتم التوصل إلى اتفاق على العلاقات الشائكة برأيك لأي مدى فعليا لن نشهد أي تحرك على مستوى العلاقات التي كنا تحدثنا عنها أو بالنسبة لي الملفات التي لا تزال عالقة بين أمريكا والصين بداية أشكركم على استضافتي ويسرني أن أكون معكم كما نعرف بأن وزارة أو وزيرة الخزانة والحكومة دورها هو أن تقدم النصح للرئيس حول السياسة الاقتصادية الصين والولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدأوا بهذه الحرب التجارية منذ عام 2018 من خلال فرض تعريفات جمهوركية إضافية إضافة إلى تقييد بعض صادرات المواد التي قامت بأخذها كخطوة أخيرة الصين لا أعتقد بأنه من خلال هذه الزيارة سوف نشهد تحسنا كبيرا لأنه ما من فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقيات هناك ديبلوماسية سياسية سوف تساعد على تحسين الوضع ولكن وزيرة الخزانة ستعود للرئيس بايدن وتخبره بما يمكن القيام به ولكن ما زال لدينا الكثير من الملفات العالقة حقوق الإنسان، الصادرات، حرب روسيا وأوكرانيا الكثير من الملفات العالقة يعني ربما آدم جاناتيالن ليست المسؤولة الأمريكية الأولى التي تزور فيها بكين أو كانت هناك زيارات متبادلة ما بين الطرفين الآن ربما الملفات التي قد تدعم الاقتصاد سواء أمريكا أو الصين إن تم حلحلت على سبيل المثال إن تحدثنا عن ملف أو اثنين أو ثلاث ملفات لا تزال عالقة برأيك ما هي الملفات التي يتم حلحلتها لاستمرار أو عودت لعلاقات تجارية؟ يعني هنا نتحدث اقتصاديا أو الفائدة التي سوف تكون سواء للصين أو حتى أمريكا إن الولايات المتحدة الأمريكية تبني سياساتها الاقتصادية على السياسات الخارجية بالنسبة لتجارة مع أصين لدينا نشاطات تجارية مع أصين والحوار الجديد الوحيد هو الطاقة والاستدامة لدينا استثمارات على شكل استثمارات أجنبية مباشرة في البنية التحتية الصينية مقدمة على الطاولة ولكن حاليا في هذه المرحلة الطلب الأساسي هو أن تقوم أصين بإجراء حوار حول مشاركتها في الحرب تسهيل النقل بعض المواد إلى روسيا هذه تعتبر موادها مهمة جدا من نسبة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الوزيرة لن تقوم بالحديث عن هذه النقاط بل بإمكانها أن تقدم التوصيات للرئيس وهذه التوصيات تأتي بمنافع اقتصادية أدن برأيك يعني إن تمت هذه العراق المبين الطرفين أو استمرار الخلافات سواء العلاقات التجارية وغيرها من العلاقات بين أمريكا والصين يعني إلى أي مدى سوف يكون أثرها على الاقتصاد حتى يعني ليس فقط على اقتصاد البلدين ولكن بشكل عام على اقتصاد العالمي برأيك بغاية الآن شهدنا هذه المنافسة بين قوى عظمى نحن نعرف أن الاقتصاد العالمي مبني على العولمة الاقتصادات ترتبط ببعضها البعض في كافة الدول حيث يحصل تعطل في مكان واحد جراء حرب أو نزاع أو غيره فهذا يسبب مشكلة للأسواق الناشئة ويسبب أيضا المشاكل للدول بشكل عام والتجارة العالمية والاقتصاد العالمي والديبلوماسية ولكن نحن إذا لم نجد حلا قريبا فنحن سوف نشهد المزيد من التباعد بين الشرق والغرب وسوف يكون هناك بناء أكثر على التحالفات الغربية طيب يعني آدم مؤخرا شهدنا ربما توجهات بعض الدول بينها الصين بأنها لن تعتمد يعني بشكل أكبر على الدولار الأمريكي والآن ربما التوجه بعيدا عن المبادلات والعلاقات التجارية مع أطرف أخرى بالدولار الأمريكي ولكن باليوان الصيني وغيرها من العملات مع دول مثل ما شهدنا مع روسيا وغيرها بلايك لأي مدى هنا كذلك يمكن أن تنجح الصين في هذه التوجهات بالاستغناء عن الدولار الأمريكي لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع بعمق ونعرف أنه كان لدينا حملة للتأثير على المؤسسات الحكومية لكي تبتعد عن الدولار الأمريكي والأتماد عليه ولكن لا أعتقد بأننا سنشهد حصول ذلك في الفترة القصيرة هذا هو حوار سياسي يتم استخدامه فقط على قطعة شطرنج على طاولة الشطرنج نحن لدينا بدائل ولدينا أليات مالية أخرى للتجارة ونحاول أن نبتعد عن الانتماد على الدولار الأمريكي يبقى هذا مجرد كلام نشكرك أدم روزفيلت وأنت مختص في الاقتصاد السياسي شكرا على تواجدك معنا ومشاهدنا نذهب إلى الفاصل القصير نستكمل فيه فقرات بورصات العالم وسوف نعود إلى فيينا مع مرسنا رياض السعدي بعد قليل اشتركوا في القناة